موسيقى موسيقى لتهييج الشعب هذا الناس يعني يتكلمون باسم يخرج لك آميل عامتا ويتكلم لك باسم الفارق الواطع للجزائري يتكلم لك وصبحوا واحد الهدرة خرجوا هنا منتخب جامعة بالماضي منتخب الجزائري مش منتخب جامعة بالماضي جامعة بالماضي عامل يعني وعنده كافاءة ورح ناجح ما تقولون ناش منتخب جامعة بالماضي كما ذك آمين العامل دان المنصور تحف قال لك الفيفا تهدد منتخب جامعة بالماضي جامعة بالماضي ما تدخلو جامعة بالماضي لابن راكم تلعبو ورقات على جامعة بالماضي وتلعبو ورقات على الفيفا وينصدور تهديد تحت طلب لموظف الفيفا بعد ثاني قرار من وزارة يؤكد فرضية الويشاية والحمد لله يا ربي أنا قلت لكم هو مضروك وزارة خرجت القرار تاهم تا الويشاية تا الخيانة قلت لكم باللي الوازير يهدد بكشف هذا البوعجمي والفيرمة راهي خرجت الحمد لله يا ربي حنا ما كذبناش عليكم من شاء الله بربي يسيبوها هنا يا أولا الفيديو ناس بس ما تضحكوش خطر أخرى نجيبو لكم حاجة مكان لا تضحك نجيب لك نورمك انتبالك تضحك بساح الناس واخداء واخرين ما يتضحكوش يعرفوا شاني نهدم هيا لويرا هاي هذي خمسيام رايبي خمسيام وينخرجوا البارح هاي لويرا لحمد لله ما كذبناش عليكم هاي بي خمسيام هاي لويرا سانجور هاي لويرا ايش أكدت لكم الوازير رياضة الخالدي يهدد بكشف حقا من يساند ومن ياخون القاضية يعني بش يكون على باكم كش ليجي غلطكم بش بش الناس ما تغلطكمش بش كش ليجي غلطكم بيكذب عليكم يقصر باللي يهودي راهوا فور على الجزائر ولا هما ولا هما اللي راه ميمانا نقولكم ونعودكم فرنسا وضعت لنا قنبلة يعني بمعنى كلمة في كرة القدم يعني بش شوفوا باللي باللي نحل الديوكاس إفريقيا الفرنسا يعني بش تعرفوا شكاين عندي نقول هاي لكم ماليا هاي نهدر يا الوازير كي جبد يا المنامس جبد على الناس على الخيانة وين سارعت الاتحال سارع ابو عجمي من الفيرما لتغليط الرأي الناس للعام وين شأنهم كيفاش وين راحوا قاع خرجوا يهضروا قاع خرجوا من العام قاع خرجوا قاع ناس خرجوا التهدر وين صدور بيان تهديدي تحت طلب لموظف الفيفا بعد ثاني قرار من الوزارة يؤكد فريضة الوشاية يعني وين ناس وما تعيشه كرة القادمة الجزائرية اليوم بسبب إسرار بو عجمي من الفيرما على الباقاء عنوة رغم أن السلطة وين يصنف في خانة الانزلاقات الذي يعتبر أكبر وأخطر وغير مسبوقة منذ الاستقلال الجزائر في خامس جوليا 1962 يعني هذا الناس الفيفا تستعمل موظف بالفيفا البو عجمي من الفيرما يستعمل موظف عامل بسيط في الفيفا للدوس على القوانين الجمهورية بيان الفيفا الجديد يؤكد قاطع بأن جماعة البو عجمي وراء هذا التحريك غير البارئ لموظف الفيفا خاصة أن المساس في هذا ماسانغو هذا الذي سبق له زيارة الجزائر قبل سنتين بدعوة من بو عجمي مول الفيرما وعاد إلى سويسرا ليس مثل ما جاء منها لديه تحت مسؤولية الاتحادية 111 اتحادية رياضية منظوية تحت لواء الفيفا ومع ذلك يجد كامل الوقت والجهد لمتابعة بيانات السلطة العمومية الجزائرية ثم يصدر مباشرة بعدها بيانات مضادة لا تخدم سوى مصلحة الرئيس الحالي بو عجمي مولفيرما وجماعته ومنهم آمين العام يعني الذي حد عن صلاحيته المنصوص عليها في القانون الأساسي وتحول إلى ناطق رسمي للاتحادية ومحامي لرئيس بو عجمي مولفيرما بل نصب نفسه من حيث لا يدري واسيط الهيئة الكراوية الدولية بدعوته السلطة العمومية صاحبة السيادة للجلوس إلى طاولة واحدة مع موظف الفيفا من أجل تفاوض حول نقاط تتعلق أصلاً بسيادة الوطنية والتطبيق القوانين الجمهورية التي تعترف بها الفيفا وهي لا تتعرض أيضاً مع القوانين ومبادئها أنا نقول بلي هذا الناس اللي راهم يحوسوا كيفاش نعود نقول الفيفا تفرض على الفاف احترام قوانين الجزائر كيفاش تخويف بدأ دخل هيئة كوراوية دولية مجرد مناورة من طرف هذا ما أفهم ناش سلطة قارة تشوف فيهم والله ما أفهم ناقا والله ما أفهم ناقا وإنش أنك دليل قاطع على أن حرص السلطة على احترام الاتحادية الجزائرية لكورة القدم لقوانين الجمهورية لا يحمل أي نوع من الأنواع يعني وأنواع تدخل في صراحية بما يثبت أن الحديث عن العقوبة المحتملة من الفيفا بسبب مذكرة نامذجية للوزير وإن دار حد قوانين تعو يعني قوانين في محلها وإنما هو سوى مناورة من اتحادية بعجم الفيرما لتخويف السلطة بموظف عمومي موظف قاعدين يقصروا وقاعدين مع شباب بيخوفونا بالفيفا وبيخوفونا أنفرتينو راجع أنفرتينو بيعمر ليس نصح ناو يروح كيلوزين كيلوزين ويقلع يروح أنفرتينو ومنا ومت القاوة بتمر والغاية بتمر كما درتون هاللي لقيتو الكاراس ديروت بهديلا كما هاللي لقيتو الكاراس غي عارفو كيته هادرو معاه وشلو الريحة روحوا وشلو الريحة بتوشم ريحة شابة فيكم تأثيري الريحة اللي تأثيري ديروا الريحة ديروا الريحة اللي تأثيري ديروها انفرتينو جال هنا يحذر يحذر في الناس باش يلق طول الليبيت الأسوات قايا الناس يتأثير قال لك الحل الواحد انفرتينو كيرا جاينا هو اللي غادي يسقت كلش صحيح انفرتينو وانت صرات الفيفا تروح تتدخل من أجل فك نزاع ما بين اتحادية ووزارة صحيح نقولها ونعودها لك ما صرات هاد الاتحادية وفوت الجرائم التوحى رايحة تكون كين تمردات كثيرة والتمرد اللي داروا برناوي نحن اللي شكا اللجنة الأولمبية وشكا بالجزائر وزيد هذا فانيك يعني المرسالات اللي كانوا يدروا فيهم وانتم في الوزارة عليهم ببالكم واشكلوا دائرين ووش داروا بعد يخرجوا ناس ما عندهم ما عندهم الحق باش يخرجوا يتكلموا آمين العام ما عندهم الحق باش يخرج يتكلم كين مكلب كين ناطق رسمية الاتحادية ولا رئيس الاتحادية ولا يخرج يهدر نشاهدنا الكل يتكلم الكل يتكلم كل واعد قادم مشعل ويهدر